ضمن توجيهات السيد وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بالاهتمام بالتدريب وتطوير قدرات الجيش العراقي تواصل قيادة فرقة المشات السابعة عشر فتح الدورات التطويرية لجميع مقرات العلوية والوحدات التابعة لها للتدريب المقاتلين وفق المناهج التدريبية المعدة في التعبئة والأسلحة الساندة إذ افتتح لواء المشات الخامس والخمسون مختلف الدورات حسب مذكرات التدريب توجيهات المستمر السيد وزير الدفاع المحترم والتوجيهات والتأكدات المستمرة من سيد رئيس أركان الجيش المحترم بين يكون عام 2012 وعام التدريب وإعادة بناء الجيش العراقي وفق السياقات الصحيحة باشرنا كما نحن يستمرون بإعداد دورات للمقاتلين وتحرير سلية الإسناد للتدريب متمثلة اللي كانت قبل هذه الفترة كماسكا قاطع مسؤولية الآن أصبحت محررة للتدريب دورات مستمرة على مدافع الاسبي جي ناين والميمطة والهاون إضافة إلى دورات مستمرة بالحاسبة والاتصالات وأي دورات أخرى داخل الفوج تم تحرير فصائل الإسناد للتدريب على الأم سكستين وفصائل الهاون وأسبي جي ناين وكذلك تم تحرير سلية المغاور للتدريب ويعمل لواء المشات الخامس والعشرون التابع لفرقة المشات السابعة عشر على توفير كافة الأمور الإدارية من أرزاق ومنام وصحيات وحوانيتا وقاعات رياضية حيث يقوم اللواء بإيصال الطعام الجيد للمقاتلين وفق المواقع المحددة الاهتمام بالشؤون الإدارية للمقاتلين من ناحية الأرزاق وقاعات المنام وتهية وسائل الترفيه من ملاعب وقاعات رياضية للمقاتلين لرفع الكفاءة البدنية والقدرة الذهنية للمقاتل كما يقوم لواء مشات الخامس والعشرين بتأمين الحماية للمواطنين ضمن قاطع مسؤولية اللواء بالنسبة للأرزاق الحمد لله وشكر الله خير من الله بيه متابعة من السيد قاد المشاط السابع عشر وسيد أمر اللواء وسيد أمر فوج المحترم وأمر سرية الحمد لله جايها أرزاق منها تشوفها خير من الله تمشي حسب الجدول يعني يوم سمتش يوم دجاج يوم لحم فواكه عصير غيرها خضروات الحمد لله وشكر الله والمتابعة على الأكيد على المنام على المراتب على كل شيء على القيافة على كل شيء يعني 24 ساعة هم متابعين حريصين علينا حسب توجيهاتهم فيما يقوم موقع جمع الخسائر في لواء المشات الخامس والعشرين بتقديم الخدمات وجراء الفحوصات الطبية والإشعافات الأولية اللازمة فضل عن توفير مستلزمات الأدوية لكافة منتشبي اللواء مثل ما تعرفون موقع جمع خسائر لواء المشات الخامس والعشرين فرقة المشات السابعة عشر يقوم بالواجبات اليومية التي تتضمن بصورة أساسية هي فحص ومعالجة المرضى والواجبات تتضمن الدعم اللوجستي ومراقبة الواقع الصحي لوحدات ومقار اللواء وزارة الدفاع حريصة على توفير كافة منسزمات الراحة لمنتسبها فضلا عن اجتمامها بالتدريب الذي يعد اللبنة الأساسية في بناء جيش متسلحا بالعلوم العسكرية محمد شويلي إعلام وزارة الدفاع جنوب بغداد